يخرج من الأبواب المتوقعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يقدم طلبا مفاجئا بيزدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير حربه يواف غالينت وقادة من حركة حماس يجدر ذلك في اليوم نفسه الذي ألغى فيه زيارة هامة لرامالله والقدس وغزة كانت تعدف لجمع معلومات وأدلة حساسة من المنطقة عن حرب غزة وفق ما تنقله مصادر متعددة لوكالة رويترز يقلب خان بقراره طلب إزدار مذكرات الاعتقال خططا دعمتها واشنطن ولندن رأسا على عقب المدعي العام كان سيجمع في زيارته أدلة على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل فرصة ثمينة لعرض موقفهم واتخاذ إجراءات للرد على اتهامات المحكمة لهم كل ذلك لم يعد ممكنا مع خطوة خان الأخيرة وفق مقدرين يقيم مكتب خان الوضع بوجود ما يكفي من أدلة تسمح بإدانة من ستصدر بحقه مذكرات التوقيف إن العجلة في استيزارها قد توقف النزف الإنسانية والمادية الحاصلة في كل شبر من غزة منذ شهور إلغاء مهمة المحكمة في المنطقة يغضب واشنطن ولندن وسير الخارجية البريطانية السابق ديفيد كاميرون وقبل أن تتشكل حكومة كيرستارمر كان قد هدد بانسحاب المملكة من المحكمة وقطع التمويل عنها ديفيد الجديد وفور تعيينه وزيراً للخارجية دعا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة تهديدة الأمس قد تنقلب إلى دعم للمحكمة ووقف الحرب في غزة في ظل توجه برلمان ويستمينستر يصاراً